اشتركوا في القناة عند منتصف نهار السبت بدأوا بتسريب صور وسجلات من قاعدة بيانات شركة الحافلات كافيم بعد اختراق خوادم شركة الانترنت الاسرائيلية سايبر سيرف وهي شركة استضافة شبكات مما يعني انها توفر الخوادم وتخزين البيانات لشركات الى ان الخطر الاكبر لم يأتي بعد حيث امهل المخترقون مهلة 48 ساعة لدفع فدية مقدرها مليوني دولار مقابل عدم نشر بيانات نحو مليوني مستخدما على منصة للمواعدة واقامة علاقات سرية في حين يهدد القراصنة بنشر صور المستخدمين المتداولة فيه ومن الاهداف التي طالها الهجوم الالكتروني ايضا مواقع شركتي النقل العام دان وكافيم التين تخدمان منطقة تل ابيب ومتحف الاطفال في مدينة حولون والمدونة الالكترونية للاذاعة العامة في حين اكد مدير اس او سي في سيكورتي جورز ان هذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها الشركة سايبر سيرف للهجوم واكمل نحن ضد خيار دفع الفدية للمهاجمين لانها مجموعة غير موثوقة وغرضها كله هو حرب الوعي وليس هناك ما يضمن اعادة المواد او حذفها لذلك يجب تجنب دفع الفدية هذه الهجمات تعني اما اصابة القطاعات بالشلال او الغاء بعض من خدماتها وتعطيل الانظمة التشغيلية لها وبالتالي ابطاء وطيرات الخدمات التي تقدمها فهي تستهدف ثغرات البنية التحتية للوصول لمعلومات وبيانات خاصة بالدولة تواجه اسرائيل الان السؤال الصعب عن كيفية اتخاذ الرد على هذه الهجمات والاختراقات حفاظا على امنها المعلوماتية ومؤخرا اعلنت رابطة المصنعين وهي مسؤولة عن اكثر من 95% من الانتاج الصناعي في اسرائيل ان مئات الشركات الاسرائيلية دفعت للقراسنة الالكترونيين فدية تزيد على مليار دولار العام الماضي ترجمة نانسي قنقر